هل تريد شيء يعينك على متاعب الحياة؟ عليك بقيام الليل وقراءة القرآن وكان ممن يكثر منهما عبد الله بن عمر بن العاص بن وائل بن هاش من القرشي السهمي ويقال كان اسمه العاص فغيره النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قبل أبيه ولم يكن أصغر من أبيه إلا باثنتين عشرة سنة كان من أكثر الصحابة رواية وأوسعهم علما قال أبو هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب وجمع ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في صحيفة سماها الصحيفة الصادقة كان يضعها تحت رأسه لحرصه عليها وكان من العباد الزهاد فكان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن يقرأ القرآن كل سبعة أيام وقال له إن لزوجك عليك حقا ولزورك أي ضيفك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال يعلى بن عطاء كان عبد الله بن عمر يكثر من البكاء ويغلق عليه بابه ويبكي حتى رمضت عيناه وكان من أشد الناس تواضعا وكان كريما سخيا حج مرة ومعه ثلاثمائة راحلة مئة منها لإخوانه يحملهم عليها ومئتان لمن نزل عليه من الناس توفي عبد الله بن عمر بمصر سنة ثلاث أو خمس وستين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة فرضي الله عنه وأرضاه